تواصل حملة سعادة أهلين التي تطلقها برامج البنك الأهل السعودي المسؤولية المجتمعية بمشاركة أمانة المنطقة الشرقية وجمعية كيان الخيرية تواصل تنفيذ عدد من المبادرات المختلفة في عدة مناطق في المملكة وتهدف إلى نشر السعادة والإخاة وأيضا الترابط المجتمعي ومنها مبادرة تجميل أحد الممرات الرياضية من خلال عمل بعض اللوحات الملونة تحدث عن هذه البرامج مشاهدين مع مراسل الإخبارية في الخبر طارق الغامد أهلا بك طارق صباح الخير أو مساء الخير طارق إذن أبرز هذه المبادرات المجتمعية طارق نعم أحمد نحن اليوم في أحدى المبادرات لأمانة المنطقة الشرقية وأيضا البنك الأهلي وأيضا عدد من المتطوعين والجمعية الخيرية لرفع مستوى السعادة لدى أهالي المنطقة الشرقية وتحديدا مدينة الخبر التي نحن فيها من خلال عدد من المبادرات التي تسعى إلى تطوير الحدائق والمتنزهات في المنطقة الشرقية وحاضرة الدمام تحديدا أحمد تقريبا ما يقارب 72 حديقة ومنتزة في مدينة الخبر أيضا ما يقارب أو أكثر من 265 حديقة ومنتزة في مدينة الدمام بمعنى ما يقارب أكثر من 300 وتقريبا 30 أو 40 حديقة في حاضرة الدمام ما بين الدمام والخبر هذا يدل على الاهتمام بالتشجير الاهتمام بالمسطحات الخضراء المبادرة اليوم هي مبادرة لتشجير أحد الحدائق في مدينة الخبر وذلك لرفع المسطحات الخضراء وزيادة معدل المسطحات الخضراء في مختلف المواقع في مدينة الدمام والخبر ذلك لاستفادة من المساحات الخضراء أيضا تطوير هذه المساحات الخضراء التي تكون متنفسا للأهالي في الأحياء وداخل الأحياء طبعا أحمد ما يقارب أو أكثر من 2200 نوع من النباتات في المملكة العربية السعودية المنطقة الشرقية تقريبا تستحوذ تقريبا على 565 نوع من النباتات طبعا مختلفة من جميع أنواع النباتات وذلك دليل على تنوع أنواع النباتات وأيضا المسطحات الخضراء في المملكة العربية السعودية طبعا هذه الخطوة تأتي تمشيا مع توجهات سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزراعة وزيادة المسطحات الخضراء في المملكة العربية السعودية زيادة المسطحات الخضراء أحمد سوف تحسن أيضا ليس من الشكل فقط ولكن حتى مستوى الأجواء الدرجات الحرارة أيضا كثير من الأشياء سوف يكون لها دور إيجابي في هذا الجانب لذلك هذه الحملة وهذه الخطوة سوف تزيد من مستوى السعادة لدى المجتمع في المدن التي يوجد بها حدائق وفيها متنفسات يستطيعون الاستمتاع بها بشكل كبير وبشكل لائق يتوافق مع الرؤية والتطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية هذه الأيام وفي المستقبل بإذن الله تعالى يا طارق شكرا لك على نقل هذه الصورة وشكرا لك إذن طارق الغامدي براسة الإخبارية من الخبر